على طريق إحياء عملية السلام في اليمن يتنقل مبعوث الأمين العامل الأمم المتحدة هانزي جرونبيرغ من عاصمة إلى أخرى الوجهة هذه المرة العاصمة المؤقتة عدن التي وصل إليها ضمن تحركاته الجديدة للعودة بالملف اليمني إلى واجهة المشهد بعد أشهر من الركود وغياب الحديث عن فتح باب المفاوضات المبعوث الأممي قدم لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وعدد من المسؤولين الحكوميين إحاطة شاملة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والأقليمي وما يتصل بمجريات الدفع بالعملية السياسية قدما في تحرك حثيث مصدره تخوف المبعوث من عودة الحرب إلى مربعها الأول وهو ما حذر منه جرونبيرغ أكثر من مرة آخرها في تصريحاته لوكالة السويشتد الأمريكية قبل يومين تحركات المبعوث ولقاؤه وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية تكشف عن تشكل ملامح واقع سياسي جديد حول الأزمة اليمنية بمباركة عربية لكنه غائب الأفق وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية يأتي الترحيب الحكومي على لسان وزير الخارجية أحمد بن مبارك الذي أشاد بجهود السعودية وسلطنة عمان ودورهما في إحياء عملية السلام ووقف نزيف الدم في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني في طاولة الساسة تحضر مفردات السلام والتنمية المستدامة ووقف الحرب وعلى الأرض يجثم الحصار على الناس وتقطع أوصال البلاد وتبلغ المعاناة مداها فمتى يكتب للبلد المذبوح بشعارة السلام سلامه الحقيقي لتنتهي معه معاناة ملايين اليمنيين ترجمة نانسي قنقر